الاسم أحمد منصوري يلقب بعم صالح عضو سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل ألقي عليه القبض يوم 28 فبري 2021 أدين سنة 1994 بحكم المؤبد لانخراطه في جماعة إرهابية سلم نفسه سنة 95 تسعمائة وألف ليستفيد من قانون الرحمة لم ينقطع هذا الإرهابي عن النشاط ونشط سرا ضمن صفوف حركة رشاد المتطرفة سنة 2009 حاز أحمد منصوري على جواز سفر مزور باسم دقيوس محمد العربي وتنقل به إلى فرنسا وإيطاليا والمغرب وكذا تونس من أجل لقاء نشاطاء رشاد ليتلقى التعليمات منهم قام بتحويل أموال إلى الخارج من أرباح مؤسسة للتصدير والاستيراد التي تم إنشاؤها سنة 2010 مقرها الاجتماعي يقع بالشراغة محمد العربي زيطوت كان أحد المساهمين الرئيسيين في هذه المؤسسة بطريقة ملتوية وكان يتم تحويل أرباحها بالعملة الصعبة إلى الخارج تتكفل بنقلها شبكات نشطة في التهريب من ولاية تبسة وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أصدر أمرا بإيداع أحمد منصوري الحبس إثر تهم تتمثل في التزوير واستعمال المزور الانتماء لجماعة إرهابية تمارس نشاطات تمس بأمن الدولة وكذا تبييض الأموال ضمن نشاط جماعة أشرار وتمويل جماعة إرهابية تقوم بنشاطات ضد أمن الدولة